تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجاز أخبار الآن أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان قتلى 35 مدنيا على الأقل في ضربات شنتها قوات التحالف الدولي مساء الخميس على مدينة الميادين التي يحتلها داعش في شرق سوريا وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس إن من بين القتلى 26 مدنيا من أسر مقاتلي التنظيم من جنسيات سورية ومغربية قال مصدر محلي في محافظة نينوى إن تنظيم داعش أعلن حالة الاستنفار القصوى وسط قضاء الإبعاج بعد مهاجمة مقاره الرئيسية وضف المصدر أن الإبعاج تشهد حالة فوضى وإرباك واضحة وسط انتشار لعشرات من مسلح داعش في الشوارع الرئيسية قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن إيران أقام ثالث مصنع تحت الأرض للصواريخ الباليستية وأوضحت أن إيران وإلى جانب تطوير قدراتها الدفاعية ستواصل إجراء تجاربها الصاروخية وإنتاج الصواريخ وأشرت إلى أن الصواريخ الصاروخ المقبل الذي ستنتجه بلاده سيكون صاروخ أرض أرض دون مزيد من التوضيح تبنى تنظيم داعش تفجيرين أمام محطة للحافلات في العاصمة الإندونيسية جاكارتا قتل فيهما ثلاثة أفراد من الشرطة وقال محللون إن تبني هذا الاعتداء يتمتع بالصدقية عدين أن جماعة أنصار الدولة التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش تقف وراء هذا الهجوم كشف المحام العام الفلبيني عوجود أجانب بينهم إندونيسيون وماليزيون ضمن المسلحين المتشددين الذين يخضون معارك ضد الجيش الفلبيني في مدينة ماروي في جزيرة منداناو في اعتراف نادر بأن أجانب يتعاونون مع الجماعات المتشددة المحلية وكان ماليزيون وإندونيسيون بين ستة أشخاص قتلوا يوم الخميس في معارك مستمرة منذ ثلاثة أيام في ماروي حيث يحاول الجيش القضاء على متمردي جماعة موتي المرتبطة بتنظيم داعش قضى سبعة مهاجرين على الأقل فيما أنقذ سبعة وسبعون آخرون بعد غرق زورقهم قبلة السواحل الليبية وفق ما أفاد به المتحدث باسم البحرية الليبية ولفت إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خصوصا أن العدد الإجمالي للمهاجرين على متن الزورق ليس معروفا طورت شركة صينية ما أسمته أول طائرة مائية من دون طيار في العالم على شكل سمكة عائمة تسبح دحت الماء للدقاط أفضل الصور ومن قطع الفيديو بدقة ووضوح فائقة ومن المتوقع أن تكون الكاميرا متاحة للبيع تجاريا بحلول شهر آب أغسطس المقبل بسعر ألف واربعة وعشرين دولارا أمريكية نهاية الموجز في أمان الله